اليوم أشرف دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية وتابع بنفسه سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة ده طبعا الحقيقة طبقا لتوجيهات سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة الصادقة وتسهم أيضا في توفير السلع بالأسواق وتحقيق توازن وانضباط للأسعار وخلال الحقيقة حديثه تطرق سيد رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي وأكدت أيضا أن هناك خطوات مهمة جدا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري زي ما حضرتكم متابعين الصورة دي كلها الإجراءات اللي كانت موجودة وأيضا البضائع الموجودة في ميناء الإسكندرية وفي الصورة بنتابع مع حضرتكم السيد رئيس الوزراء وهو يتفقد بنفسه للإفراج عن كل هذه البضائع اللي بالتالي بإذن الله هتقدر أن هي يعني يحصل انضباط من جديد بإذن الله في السوق زي ما حضرتكم متابعين الصورة اليوم من ميناء الإسكندرية وأيضا تابع سيد رئيس الوزراء أيضا باقي الموانئ المصرية اشتركوا في القناة